اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا بشماتس مصاب حركة كنت لك علاقات قوية بلجنة التطوير القرى في الاتحاد الأوروبة والاتحاد الدولي على رأسهم سير أليكس بيرجسون وهو ماسك هذا الأمر وأيضا جراء الأولياء المدير الفني الفرنسي الشهير ليفر بول بالتأكيد دي من الصداقات اللي حالك تحتز بيه سير أليكس بيرجسون مش صديق شفته في ورشة عمل تحاد الأوروبة محل لليورو 2016 كان موجود وشخصية ظريفة جدا ومتواضع جدا وسهل جدا أن تتكلم معاه لكن اللي أعرفه معرفة شخصية وصديق هو جراره إيه جراره إيه يعني عصرته في كذا بطولة وحتى في طولي 2014 كان شرف أني سفرت معاه في طيارة خاصة في مباراة ومباراتين وهو شخصية ولطيفة جدا ومحبوب جدا في الاتحاد دي هم مسؤولين عن كيفية تطوير كرة القدم وتعليم المدربين يعملوا اجتماعات بيحضر فيها كل المدربين جوزي مورينيو جراديولا سيميوني كونتي كل دول بيروحوا يشوفوا الجديد والتطوير الجديد في كرة القدم بيقولكش لا أنا مورينيو فما ينفعش أروح لا بيروح بيتعلم وبيحضر ومين اللي بيدي الدروس سير أليكس وجرير قلي اتنين من الناس اللي حصلت على دوري أبطال أوروبا وبيدوا دفع كبيرة جدا لكل المدربين على مستوى العالم وده سبب التقدم كرة القدم في أوروبا وخاصة في إسبانيا وفي ألمانيا باش مهندس هاخد من فاروق حاجة كده خطرت على بالي وأنا بعد ما اسمات الكلام ده حضرتك شاهدت نجوم كبار ونجوم عالمية برأيك نجم زي مارادونا يعني لماذا اكتصرت نجومية مارادونا عند كرة القدم وهل بالضرورة أن كل نجم وهو بحجم مارادونا هل بالضرورة أن ينجح مارادونا مقدرش ينجح كتدريب هل من الممكن أن النجم لمجرد أنه نجم ينجح في تدريب أو في إقدارة والذي ملكات يهبها الله لمن يشاء ومش بالضرورة كل ما النجحة ينجح في أخر هو بالضبط ده ما عليك بتقول دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يمنح الملكة دي ممكن يبقى العيب ينجح في التدريب وبعدين ينجح في الإدارة وممكن ما ينجحش ده ما عليك بتقول مارادونا لم ينجح في التدريب وانا كان سنة 2010 كان بيدرب هو ملتخل للخلطين وحضرته في كذا مباراة تبقى يعني بيبقى غريب جدا يعني كأنه بيجي في الأول وبيبقى لابس لبس عادي وبعدين في الآخر بيبقى يخش يلبس البادلة وواحد يتلبسه الكرابات فتبقى دماء خفيف يعني بيبقى عامل جو وحضرته كمان ساعة 86 اما كان لعيد بكاس العالم فيه ماتش أرجنتين مع كوريا الجنوبية كسبه 5-0 وكان بيعمل جو غريب جدا في يعني أنا فاكر أرجنتين بيخشوا معهم مزيكة صاخبة ويعودوا يخشوا ويرقصوا قبل المباراة في القوض اللبس فبتبقى لكن طبعا هو ما نجحش لأنه يمكن ما نجحش لسبب يعني مش متلازمة يعني لا وحاجات شخصية يعني أنا قصدي أو أغير مردوية مش متلازمة لكن ممكن بينجح باكينباور مثلا في ناس نجح باكينباور نجح رومانيجا نجح وبلاتيني نجح بلاتيني نجح في الوقت إلى أن حصلت المشكلة دي اللي هو يعني برضو بلاتيني صديق برغم المشاكل اللي عزيتله وبتصل به كثيرا في يعني كل تلات كشهر أتكلمه أتطمن عليه وما يرى ذلك لأنه يعني رجل مش يعني يمكن يتظلم شوية في القصة وكان ليه دور مهمة في تطور الكرة في أوروبا في الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي عمل حاجات كثيرة لكن القصة بتاعته يعني يمكن هو ما ركز فيها قوي ومش راجل ما بيجريش ورا الفلوس فحصلت له المشكلة دي مع مستر برغم مهندس حضرتك عايز أسأل سؤال بعد التطور الهائل وأصبحت الرياضة أكبر وكرة القدم بالتحديد من 22 لاعب بيجري ورا كرة وأصبحت أخطر من 3-5-2-4-4 وهكذا شارلي دي جول كلمة قولة بيقول السياسة أصبحت أخطر وأكبر من أن يتولاها السياسيون الآن الرياضة بعد هذا التطور الهائل وأصبحت صناعة وأصبحت دخلا كبيرا لبعض الدول بل بعض الدول اسمها من فرقها هل من الممكن وأنا لأه عمم وأنا لأه عمم أن الرياضة أصبحت أخطر من أن يتولاها الرياضيون ما أظنش برضو يعني دي برضو لا لا أنا مش أصد على المطلق لكن أصبحت مهمة جدا أن أصبحت صناعة زي ما عاد بتقول تمام والجرالد جول يعني كان شخصية أسطورية تمام من الأشخاص المعطابة يعني يعني أعمل حاجات كتيرة لفرنسا وكان الراجل عنده عنده فيجل كبير كبير يعني مش عارف حراك تعرف أن الجرالد جول سنة ستة وستين زار الاتحاد السوفيتي وعمل ألقى خطاب في الكريملي مش فر كريملي كان في جامعة من الجامعات وفيها أسادزة تمام وقعد يخطب وما كانش بيذكر الاتحاد السوفيتي كان بيقول في الخطاب بتاعه روسيا 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 ستة وستين فقالوله انت إيه اللي بتقوله ده مفيش حاجة اسمها روسيا هنا في الاتحاد السوفيتي فقال لهم لا الاتحاد السوفيتي ده حاجة مصطنعة وهي إلى زوال وستعود روسيا مرة أخرى وعملها جورباتيوف ويلسن وعملها بعد عشرين سنة خمسة أربعة عشرين سنة فتوريك حضرتك أن ده شخصية أسطورية والفرنسيون اختاروه أعظم واحد في التاريخ هو ممثل فرنسا أكبر شخصية في تاريخ فرنسا هو سالدجول فأي حاجة يقولها يبقى لازم جمهورية الخمسة بدأت يعني إذا النهاردة لا ندارش نقول يعني مقولت أنا أصلا دي مش مقولتي أنا المقولتين واحدة لدجول واحد لفرنسي آخر يعني إنه هو أخدها منه على كرة القدمة ما نقدرش نعممها لكن بعد كل هذه الصناعة في الرياضة كما causedها دراسة يعني عندنا الكابتن صالح سليم يعني دي بقى حاجة مهبة الخيادة في كل شيء كابتن صالح دي حالة استثنائية في كل شيء يعني كده يعني من ناج دعوة بيدا دا باشمازس مصطفى عايز اسأل حالتك طبعا وجهة نظرك في فريق الكرة في النادي الاهلي ما شاء الله سنة لفاتت كسبان دوري وكسبان كاس وصل لنهائي دوري ابطال افريق برضو طبعا نتائج انتازة بالنسبة للمجلب ذا في الظروف اللي هو كان فيها وطبعا بالمقارنة بالسنوات الاولى للمجالس السابقة تعتبر افضل ان تكون من الافضل او الافضل فهي زي ما انا مرة في الددوة من الندوات جبت كتاب عندي كتاب في اسمه 1100 نادي كتاب فرنسي ففيه بيتكلم عن كل اندية العالم ففيه اندية افريقيا بيبتدي بمصر مصر مدين لها صفحتين صفحة للنادي الاهلي وصفحة الباقي الاندية وباقي الاندية دي ما فيها الزمالك والاندية الاخرى الاسماعيلي والمقاولين اللي يحطين 7-8 اندية والنادي الاهلي هو صفحة لوحده فيه مقولة في الاول قالك ان مقولة لجوزيل جوزيل بيقول ان فيه عدد محدود جدا من الاندية في العالم غير مسموح لها بخسارة اي مباراة من ضمنها الاهلي فهي دي المشكلة بالنسبة لجوزيل اهلي ان امهوره لا يمكن ان يتقبل انه يخسر مباراة فبتبقى المسئولية الملقاة على عاطق اي ادارة صعبة جدا انه لازم حاطة دفع تباره وانما تيجي ظروف للمهندس محمود طهر ظروف انه هو جاي بيستلم فريق في نهاية زي ما نقول في الكرة سايكل السايكل بيخلص في لعيبة جبار احلال وتجديد حسين احلال وتجديد تمانية خرجوا على مخزن تمانية خرجوا وما فيش البديل البديل ما الحاش ياخد الفرصة او مش اي تمانية منهم ابو تريكا ومنهم ابو تريكا برد يعني حصلت في التاريخ الهدي الاعلي كثير طبعا كل دولك بات من تمانية واربعين لغاية تسعة وخمسين ستين كسب يمكن تسعة دوري وما فيش اي فترة لاعلي كسب تسعة دوري ورابعة يعني لكن بعد كده ابتدت العملية تتهز والدورة ما تعمل مجموعتين خسر الأهل الدوري وبعدين فترة الستينات من 62 ممكن 67 كان الزمالك الأفضل الأهل ابتدى يرجع تاني قويس السايكل الجديد ابتدى بتاعه لكن وقف لأنه جات حرب 67 كان ابتدى الفريق يتجدد فكل اللعيبة الأدام في الفترة دي بطل اعتدل الناس جمعة زي الفناجيلي واللي بقى منهم ما كملش كتير يعني فيه ناس كتير فيه ناس تقريباً ما لعبتش لعبتش قبل ما تلعبمش يعني فيه لعيب زي محمدين محمدين قاعدت شوية 65-66 وبعدين اختفى 72 يمكن لعب سنة واختفى تمام باش مهندس انتو كقايمة مع المهندس محمود طاهر حضرتك البرنامج المهندس محمود طاهر هو ملفات 12 ملف يعتبر الـ 12 يكونوا برنامج نكوننا بنتكلم عن الرياضة مع سيادتك وكرة القدم بالتحديد الملفات الأخرى لعضو الجمعية العمومية يعني الجمعية العمومية الآن يهمها طبعاً الكورة والتطوير ولكن أيضاً العضو الجمعية العمومية يهمه الأنشطة الأخرى والأنشطة الاجتماعية وما سيستفيد من أجل حبه للنادي عايزي النادي يفضل في قابها سوريا القايمة ايه يعني كقايمة؟ طبعاً الأستاذ كامير زاير أمين الصندوق هو الملف المالي طبعاً هو عمل طفرة مالية فتمنى أنه تستمر هذه الطفرة في وجوده فيه بعد كده الدكتور هاني سري الدين هيبقى مسؤول عن الملف الاقتصادي والقانوني طبعاً هيك شفت المشاكل القانونية الكبيرة اللي تعرض لها الناجي الأهلي لكنه ما يبقى فيه شخص مسؤول بمثل هذه القامة داخل مجلس الإدارة أعتقد هيبقى معالجة هذه الأمور هتبقى أسهل وتتم بسرعة ويمكن تجنب أي أخطاء في معالجتها طبعاً من الناحية الاقتصادية هيكون له دور كبير في عملية عداد التمويل اللازم لأستاذ النادي الأهلي بالتعاون طبعاً مع أمين الصندوق فيه الأستاذ حمدي كونيسي أستاذ حمدي كونيسي ده الملف الثقافي ده مهم جداً بالنسبة للعضاء الجمال ومهوه بالنسبة هيبقى مسؤول طبعاً عن القناة هنا وعن المجلة الأهلي والسرون الأدبي وفيه الأعضاء بيطلبوا المكتبة أن يسر المكتبة بمؤلفات أكتر فيه الدكتور إهاب ماضي الدكتور إهاب ماضي هيبقى مسؤول عن الملف الطبي الملف الطبي هيشمل رعاية الرياضيين والتأمين عليهم وعلاجهم ويعني المراعاة التدريب الأحمال التدريبية كيف تكون ومتابعتها والمشروع الأهم اللي هو التأمين الصحي على كل عضاء النادي الأهلي النادي الأهلي منظومة فيه 147 ألف عيلة وكل عيلة فيها عدد من الأفراد وبالتالي هيبقى من الممكن جدا أن يتم عمل تأمين صحي مع إحدى الشركات العالمية ماشي بس شركة مصرية ما يبقى عندك العدد تجيب هتقدر تاخد تسهلات ومبلغ التأمين يبقى أقل طبعا فيه بعد كده مهندس يحية مهندس يحية طبعا هو عمل مجهود كبير جدا متطوى في إنشاء فرق الزايد والحصول على الأرض التجمع وبعدين فيه التفرة الإنشائية سواء في أهل الجزيرة أو في أهل مدينة نصر هو اللي وراها فيه حتى في أهل الجزيرة فيه مبنى جديد أعتقد أنه هيتم افتتاحه قريبا جدا لكبار السن وطلبه أنه يكون فيه مصعد إن شاء الله هيكون في الخطة وفيه محمد جمال هليلة يكون مسؤول عن التواصل مع أعضاء الجماعية العمية ده يبقى ملف كبير تواصل مع أعضاء النادي يبقى فيه مشاكل ولاقينا أن فيه عدد كبير من المشاكل ما بتوصلش للمجلس الإدارة فيه قصور في هذه الجهة واتفقنا بعد كل الجولات الانتخابية كل الجولات مع أعضاء الجماعية العمية كل اللقاءات إنها يبقى فيه مسؤول اتصال مسؤول اتصال فيه جهة في مكتب تجيله الشكاوي وإما يجي الشكوى الجهة المشكو في حقها تدي رائعة وعلى ضوء الشكوى والرد عليها المجلس يتخذ خرار في هذه العملية ويبقى فيه سايت على الانترنت لو واحد مش عايز يعملها مكتوبة والثلاثة اللي تحت السن كل واحد أيضا ليه الملاف يعني أنت النهاردة حضرتك القايمة ككل كلها مكملة لبعضها البعض العضاء تحت السن فيه شيرين منصورة شكرا حضرتك بالآدم مسؤول عن النشاط الرياضي وهو أصلا في المجلس الحالي مسؤول عن النشاط الرياضي في الألعاب الأخرى وشيرين منصورة مسؤول عن ملف المرأة وملف زوية الأحتاجات الخاصة وكابتن طيار أحباد مصطفى يبقى مسؤول عن الملف الشبابي تماما أشهد مصطفى حركة تربطك علاقة صداقة أكيد كابتن هاني بوريدة رئيس تحاد المصر للكرة القدم وأكيد شفت إنجازت أهل كاس العالم بعد 27 سنة إنجاز كبير طب إنجاز كبير كابتن هاني كان لديه الشرف أن أنا كنت في اتحاد الكرة في بداية التسعينات نعم كان الوزير أمارة عيني ولقيت إن فيه تضارب كبير بين تواجدي في اتحاد المصر واتحاد الأفريقي فاستقلت وأعتقد إن كابتن هاني بوريدة هو الحل محلي يعني دايما أنا بسعد إن هو يعني تعملنا كتير في الاتحاد الأفريقي وفي الاتحاد الأفريقي هو من القناة الكبيرة في الاتحاد الأفريقي وأنا كنت عضو المكتب التنفيذي للتحاد الدولي من 96 ل98 وهو دلوقتي حاليا يعني يمكن المدة التانية بتاعته في الاتحاد الدولي فنتمنى له التوفيق وهو يعني خير ممثل لمصر في هذا المحفر الكبير احنا عندنا فيديو لكبتين هاني أبو ريدا يتحدث فيه عن المهندس مصطفى مراد فهمي نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام حواري مع المهندس مصطفى مراد فهمي انها معايا على التليفون ايضا المهندس هاني أبو ريدا عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحاجة مشرفة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي الفيفا يا بش مهندس هاني والله العظيم وحشنا جدا جدا انا لو اعرف ان حضرتك هتبقى موجود معانا علشان خاطر موجود معانا مهندس مصطفى مراد انا كنت عملت الحلقة دي مثلا يجي من سنة مثلا فاتت ولا حاجة اخبار حضرتك ايه انا ما يفوضيش ان اخوي او صديق العمر بش مهندس مصطفى يكون موجود وماكونش انا يعني جنبه الحقيقة لانه يعني المهندس مصطفى يعني شوك في الناس كتير يعني مش عارفين حجم العمل اللي بيعمله حتى المصر مش ما اتكلمش انا عن هذه الاقل الحقيقة انا بتكلم على مصر ومصطفى فاني اه حاجة جميلة جدا جدا اه قمة في الاضارة الرياضية تاريخ كبير جدا جدا انا حبيت اقول بس ان مصطفى اه مواقفه الكتيرة اللي طبعا اللي لا استطيع ان يعلن عنها في خلال اه تعامل معام عمره مدة طويلة جدا انه مواقف ايجابية بشكل كبير جدا لخدمة مصر والمنتخابات والنادي الاهلي ونادي الزمالك كل الاندية ما بيتأخرش والحقيقة هو طبعا مش بتاع الامة بيصرش خالص انا عارف انما اللي حابب اقوله ان مصطفى اه حاجة مشرفة جدا جدا اه وجوده في النادي الاهلي اضافة ضخمة جدا جدا اه الناس هتعرف حجم اللي ممكن يعطيه اه مصطفى فامي زي ما اعطيه مرد بفامي وزي ما اعطيه بعزيز بفامي للنادي الاهلي والمصر فالحقيقة اه انا حاببت بس اقول الكلام ده مصطفى الناس هتعرفوش ان اجندة الدولية اللي احنا ماشينا عنيها الغدل سنة 22 في الاتحاد الدولي هو مصطفى فامي بصفته بس لجنة المسابقات ورئيس الكورة كلها في اه الاتحاد الدولي يعني مما بنحترحنا في الاتحاد الدولي على الاجندة ولم نتكلم على ان البطولة 22 صيف ولا شهتها اه الموضوع عنده مصطفى عشان نبقى دلعب 22 في شهتر ازي بقى فيه شغل في سنة 21 قبل ما ندخل على 22 ده مصطفى فامي ففي حاجات كتيرة جدا جدا مصطفى فامي عملها للكورة على مستوى العالم وعلى مستوى افريقيا حبيت اقول ان هو يعني اضافة كبيرة جدا 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 لأي مكان يكون فيه مصطفى فامي ده حاجة وانا انا بحاجة طبعا ان انا فجيت طبعا مصطفى فامي مترشح في هذه الاتحاد فجيت اه للفضل فجيت جدا مصطفى تأمن بيعزف عن اي منصف ويا ما تقال له تعالى وانا اقول له في اي بحاجات كتيرة جدا بيعزف عن اي منصف وبحب يشتغل فيه دوق شديد جدا انما ان انا افجأ بمصطفى اه بيتقدم انا طبعا بقول ما بقولش مهانس بمصطفى فامي لان العلاقة تصبح عن اشيل الالقاب بينه وبينه انما اه مصطفى فامي للناس اللي مش عرفاه مصطفى فامي ابن عن جلبة النادي الاهلي مصطفى قمة للادارة الرياضية في مصر انا تعلمت منه كتير وانا لما جيت ادخل اتحاد الفريقه هو الاول واحد الذي تدخل اتحاد الفريقه والذي يبقى لنا تواجد ولا انسى فضله في هذه المكانة هو كابتن الوحش رحمة الله عليه لان كابتن الوحش برضو الناس ما تعرفش اتنساب مكانه وكان في الارطي وانا دخلت مكانه في لجنة في الاتحاد الفريقه فمصطفى من الناس اللي وقف في ظهري فترات طويلة جدا جدا فكان من وقب النهاردة لما ادخل حقيقي وادخل اقول ان مصطفى واشيد بيه ودي يعني ما يعني شهادة كانت واجبة ان انا اقولها لكل مواطنين حاجة محترمة منك والله يا بشمواندسان لو بتفضل بحك ترد ع الكلام ده معنا لا الحقيقة ده يعني وسام على صدر موسيقى 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 القائمة القائمة الحقيقة احنا ما زكرناش الاستاذ خالد حديد انت سايبوا بقى لانه دابت على الهيكلة والتنمية وانا هيعمل النادي بقى تهيكلت 92 من 96 ل2000 كابتن صالح طلب من المهانس محمود طاهر انه يجيب حد عشان يؤيد الهيكلة الادارية للنادي لكن ما يدرش ينفس البرنامج بتاعه فهو جاي عشان يؤيد تنظيم المنظومة من الناحية الادارية ولانه خبير في الموارد البشرية ويعني نتمنى ان دي هيبقى تطوير كبير جدا يبقى له دور كبير ان شاء الله في تطوير النادي الاهلي من ناحية الموارد البشرية والمنظومة الادارية في النادي لأي مدى الكابتن عسام البدري ناجح من وجهة نظرك في توليه مدير فن النادي اكيد الكابتن عسام البدري من هنجع المداربين المصريين في الفترة الحالية يعني لم يكن هو المدرب من الواحد في مصر فهو من افضل ثلاث مدربين في مصر في الفترة الحالية والنتائج الحققة بتتكلم بالنيابة عنه وفيه يعني احنا بنذكر دايما ان النادي الاهلي مكخبش ده لعب بالسيمي فاينل والفاينل وراه على طول فدي كلها ظروف وحييه على الفريقين لكن ساعات بتبقى فريق دون الآخر لان هو السكة بتاعته كانت اسهل والماتش مع مولودية كان اسهل للوداد من النجم فطبعا دي ظروف يعني كانت صعبة بالنسبة لل باش مهدس اعضاء النادي الاهلي فطبعا دي ظروف يحاول يعمل توليفة طيبة من اللاعبين دلوقتي واللاعبين الاجانب برغم ان كل بالي مشي كان لعيب كويس بس اعتقد ان هو سلوكه كان غريب شوية لكن اللاعب الموجودين حاليا ان شاء الله يوفقه والنادي الاهلي ان شاء الله نعهد الجماهير ان يبقى السنة الجاية يبقى عودة المطلوبة للنادي الاهلي عايزة أكلام حريك على شركة الكورة اللي ستتعقد او ستتم اجرائها اعتقد ان ملف اجراءات شركة كورة القدم اعتقد ان تم اخذ فيه بعض الخطوات عايزة أسأل حريك عن شركة كورة القدم اللي حتم شركة الكورة لسه ما فيش خطوات على العرض الواقع لكن معروف ايه اللي المفروض يتم ان الكورة تستقل وبعدين هيبقى فيه جهة مالية نشوف بقى شركة الكورة هلها تطرح هذه الاسهم وكيف ستطرح والمهم في العملية ان الاغلبية الحاكمة لشركة الكورة من المؤكد انها ستكون النادي الاهلي سواء النادي كنادي او اعضاء الجماعي العمية يعني ده عمر مفروغ منه ولو كان مفيش نسبة محددة في اللايحة قبل كده هنحددها لو ده بيشكل اي مشكلة لكن هو ما تحددش لان المجلس الاغلبية كان اكيد يرغب ان هو النسبة الحاكمة لان الشركات التانية تعمل في النسبة العادية اللي هي 51% لكن نظرا لهمية شركة الكورة يعني يمكن عايز يزود النسبة دي عشان يضمن ان النادي الاهلي يبقى مسيطرة سيطرة تامة يمكن تبقى 60% مثلا للنادي عشان يبقى ضامن انها سيطرة تامة فيش طبع فيش طبع الكلام ان هو الاهلي هيتباع والكلام يعني النادي الاهلي ده يعني كيان لا يمكن ان اي حد يفرض فيه تطويل كتانا الشركة الشركة بقى طبعا يعني انا مش هنروح نشوف الاندية برا كيف تدار مثل هذه المؤسسات الكبيرة ونضع المنظومة الملأمة لان مش اي حاجة تلقيمنا يعني مش هروح انجلترا انجلترا متقدمة جدا انا هشوف الدول الاقرب دينا دولة زي البرتغال مثلا كيف تدار مثل هذه الاندية عندما تتحول الى شركات فان شاء الله يعني هتبقى فيه فريق يعني ما اقدرش اقول انا هشتغل في العملية دي لازم اقفى جانب اقتصادي جانب قانوني هيبقى فيه جانب كتيرة جدا وجانب رياضي والشق بتاع المدربين اللاعبين كيف ستحرر العقود وكيف سيتم الانفصال الشركة يعني نادي امور بقى كثيرة جدا المجلس الجديد ان شاء الله سيعكف على دراستها طيب اقتصور قطاع الناشئين اي فاني قطاع الناشئين ده برضو يعني شكوى يعني كبيرة جدا من الاعضاء ان فيه يعني المعايير مش واضحة كيف يتم اقتصور الناشئين المعايير محمود طائر قال ان فيه ناس من نادي ايكس موجودين وهيشاركوا في العملية دي وان شاء الله دي حاجة يعني طاق النموذج ايكس هو الافضل في العالم حتى بار ميونيخ برشلونة قامت على نموذج ايكس من هذا المموذج لان هو كرويفة هو الاساس بتاع القصة دي وكرويف ده كمان من الشخصيات الابسطوريه واحد هنا اقول قصة نا قاريت مره نسكنل اللي هو كان نمر اثنين معاه نعم اه حاكب قصة فبيحكي عن كرويف قال لان كرويف كان كنا ما بنلعب هو اللي بيوجهنا يقول لنا يعني القلعب لفلان او القلعب لالان في الملعب قرر في ناعة اليمين انقائل لناعة الشمال قال لك أنا مع كرويف ما كناش منفكر يعني هو يقول لنا حاجة ننفذها عشوائي زي ما يقول لنا وبعد ما نلعبها نفهم هو كرويف كان لنا نلعبها لين الكرويف ده يعني من الشخصيات سمعت حضرتك شخص ودي العملية القيادية القيادة بالنسبة دلوقتي أحب أرجع للموضوع ده موضوع خارج السؤال خالص إنه هو الكابتن الكابتن في حتة كتيرة جدا يعني دي الحاجات اللي أنا يعني مشوهمة في النادي الأهل إنه في فترة من الفترات الجاه أصبح لازم الكابتن يبقى هو أقدم لاعب في الفريق دي مش موجودة في كل حتة في الدنيا في حتة كتيرة جدا لازم لحسب الشخصية لناحية القيادية فيه لعيبة فيه حسام غالي مثلا هو عنده شخصية قيادية فيه لعيبة تانية ما كانش دورها ملموس كقيادة وكان بتبقى لعيب تاني هو اللي بيقود الفريق مش كابتن بس هي من الصدف الحسنة إنه بيبقى الأكبر هو اللي عنده دي فعشان كده نشي في النادي الأهلي بالإسلسة بس زمان عامل كده عيام الكابتن المختار أنا والدي كان بيحكيلي إن ساعات يبقى هم نازلين يقول له أنت النحار ده نازل كابتن إنه هو بينم فيه عنصر الفريق أيضا سلمان الجزيح حول شرط الكابتن من عصام الحضري إلى شهدي محمد بالنسبة للأعضاء أنت حضرتك ندمج ما بين الناشئين والأعضاء لأن شكوة أعضاء النادي دي حضرتك يجب أن توضع في الاعتبار لأن يجب أن تحدد هناك معايير عشان محدش يحس أنه ظلم من أولويات سيادتك المعايير توضع من أجل مرحلة كاملة لكل يبقى راضي مظبوط؟ بالزبط يعني فيه لما تبقى العضو شايف أن ابنه بيلعب كرة كويس وبعدين ما يزوش نصيب ويروح في النادي الأهلي ما ياخدش هذا اللاعب في فرق الناشئين وبعدين يروح في فريق تاني ويلمع وبعدين النادي الأهلي يشتري هذا اللاعب فدي عايزين أنها العملية دي الأولوية تكون لولادي النادي في الألعاب كلها يا فندم؟ إذا وجد منهم ما يستحق المفروض طبعا وبعدين لو ما فيش تبقى نكمل للضرورة لكن الأولوية أولادي النادي نحن عايزين يبقى زي الأرسل عندنا 11 لعيب ما لهمش أي علاقة بالنادي جايين من 7-8 دول النادي الأهلي في أكتر من 8-9 لعيبة القوامر الرئيسي للنادي الأهلي من أولاء النادي الأهلي ومن مدارس الكرة بيئة النادي الأهلي ويمكن ده النادي الوحيد اللي في مصر اللي لدي هذا الأمر وعدناهم لسادة المشاهدين في كل فقرات السادة الأهلي جميع الألعاب إن شاء الله هو برضو بتحصل بالنسبة للعملية اللعيبة دي أن العدد اللعيبة اللي بتقايد في الفريق الأول محدد فالنادي الأهلي غزبا عنه ببقى ساعات برضو فيه لعيبة بتكون على مستوى طيب بس بيضطر أنه هو يقيم اللعب وما يدرش أنه يقايد هذا اللعب فبيروح في نادي تاني وبيلمع وبيضطر أنه يجيب بس دي في جميع الألعاب ولدنا لأن الأعضاء دايما يعني مثلا السباحة اليد الطير يعني جميع الناس لأن الأعضاء يريد كواسي أن سيادتك حاطت الملف داي من الأولوية في جميع الألعاب وعنده الضرورة يكون لخير الزميل مروان هشام هيبقى مسؤول عن باقي الألعاب ونكون عن تابع إن شاء الله يبقى الأعضاء يبقوا يعني وثقين أن الاختيار هيبقى على أساس سليم ده جميع وده بنوكيه طبعا الجماعة العمومية لإني أكثر من مرة أثير هذا الموضوع وبيؤكد سياد النائب مصطفى مراد فهمي باعتمار ما سيكون إذا ربنا قرم بإذن الله أن ده هيبقى فيه أولويات فهم التسرحات حضرتك على إكرامي بطريقة خاطئة زي ما أنا قلت أنا قلت لكل اللي حبيت أقوله أن النادي لها يلازب عنده اثنين حراس مرمى ومستوى طيب لأن هو ده اللي هيرفع مستوىهم وما يبقى فيش يعني كومبيتيشن ما فيش منافسة بينهم بيطيب على العمومية أنه هو يعني ضامن أنه هو مهما كان مستوى المدرب مضطر أنه هو يلعب فدايما النادي لها لي كان عنده حراس طيبين وبعدين بيتحصل فيه فترات أنه بالمستوى بيقل شوية وبعدين بيرجع تاني أنا فاكر كان حصلت الفترة كان فيه كابتن عبدالجليل بطل وبعدين زعر كابتن عادلهيكل وكابتن مروار كنفاني كانوا متمائزين وبعدين ابتدوا يبطلوا هما فدخل وراء وزعر كابتن أسام لوحده طلع كابتن ثابت وكابتن إكرام بعد كده بقى يعني ما بقى الواحده كابتن عصام المستوى أقل شوية أحراسة المروى وظهر إكرامي واضطر الأهلي أنه يلعب الكابتن إكرامي هو عمره 18 سنة تمام في الفريق الأول وبعدين بقى إكرام وثابت البطل وإكرام وثابت البطل الاثنين مستوىهم ارتفع عما كانوا بينابس دخل معهم كابتن شوبير ثم توالت الأمور نعم وجه نادر السيد مع عصام الحضر وكانت منافسة كانت قوية جدا وفي الآخر نادر الأهلي هو الاستفاد فهي دي الفكرة وطبعا شريف إكرامي ده زي ابني وأنا أتمنى أن قلت الكلام ده عايزو يبحث على الحال مش بس في مصر في العالم ومن نسبة إبن حضرتك إبن حضرتك أيضا أصبح سكرتير للإتحاد الأفريقي الحمد لله لأستاذ أحمد أحمد والمكتب التنفيذي اختاروه في 16 نوفمبر الماضي في الرباط كسكرتير للإتحاد الأفريقي ومعه تنين معاونين أنتوني بافوي ده كان كابتن غانا في سنة 92 في كأس الأمم الأفريقية ولقوا لها في ألمانيا مصبوط والسد الصادق العلوي وكان مسؤول عن قطاع المصابقات في الاتحاد المغربي وبنتمنى لهم التوفيق في مهمتهم في الاتحاد الأفريقي أول مرة حضرتك تخوض انتخابات قبل كده كان كله تعيين شعورك إياك لا التجربة سعيد بيها أنها قربتني من أعضاء النادي وزي ما قلت لحضرتك يعني كشعور جميلة لما استقبال الأعضاء وترحبهم والتواصل معاهم وأنك بتتكلم في المشاكل وبتحس بالنادي يعني بترجع تاني للنادي بتشوف المشاكل دي وبتتمنى أنه تقدر أن ربنا يوافع القايمة ونقدر نقدمهم ونقدم ما يستحقونه وأن النادي الأقلي يعني يفضل أكبر نادي في مصر وزي ما أحباك بتقولي يبقى من عندية القمة في العالم إن شاء الله إن شاء الله أنا متحمس جداً أفنم لموضوع نموذج تطوير النشئين لآيكس أمستردام لأن هذا النموذج طور كرة القدم في العالم بشكل ومحمد ضرد نشئين فهو يعني فاهم مدى ما تعنيه نعم مدىست آيكس أمستردام هي من قامت عليها برسولونا وكرايف والتجربة الألمانية ألمانية بصوا إلى هذه التجربة وخدوا وبانوا عليها ووصلوا الآن لتسايد كرة القدم في العالم بعدين عادينا نفكر برضو إن يبقى فيه يعني كنت في برنامج وقالوا إن حصل توقامة مع بايا المونيخ وما حصلش حاجة عادينا نحاول إن يعني يبقى فيه اتصال مش توقامة أو تعاون بين بعض الأندية مش هنقول أندية القمة يعني خصوصا مثلا في دولة زي فرنسا لأن فرنسا يبقى عندها تكوين الناشئين برضو متقدم زي هولندا فنحاول نلاقي يعني تعاون مع أندية زي نانت سانتتين الأندية دي نادي بلاتيني سانتتين سانتتين بالضبط فنقدر إن إحنا يبقى عندنا نشوف معاهم نقدر نعمل إيه سعاد يبقى هو عنده لائب كويس بس بيلعب في الفريق الثاني ومشوعة فوسطه نقدر نشوف أن نستفيد بمركز محتاجين وهنا نقدر ننتقل بس يبقى فيه اتفاق أن اللعيبة تروح ويتيجي ما تبقاش اللعيبة زي المفشاة الودية يروح منه إن شاء الله والمدربين كمان بالتأكيد لازم يقول لهم نصيب يعني إذا حصل هذا التعاون فبالتأكيد أيضا بس يروح مش عايزينهم يروح عايزينهم يروح يشوف ده عصد المعايشة يعني تطوير المدربين كنت برضو متحمس جدا وأنا بتحدث مع حضرتك على موضوع الانترناشنال كوشنج ميتنج اللي بيحدث عشان الناس المدربين في العالم بتروح تاخد جديد في كرة القدم وأنا صراحة متحمس جدا لهذا الأمر يتم لكل مدرب النادي الأهلي سواء في قطاع النشئين في التطوير أو في حتى الفريق الأول هو في يعني زي ما عايزي تقول أنا برضو عملت المدة حوالي 6 أشهر أما حصل تعديلات في الاتعادة الدولي بدون مسؤولية مدير إدارة التطوير الديفلوتمونت الديفلوتمونت يعني اشتغلت فيها وزي وقت الحركة حضرت ورشة العمل اللي هي تحليل كاس الأمم الأوروبية طبعا كانت تجربة يعني مهمة جدا وكان معايا الكابتن شطا مضارها هناك وكانت مفيدة جدا من الدعمين لسيادتك في يعني هو صديق عزيز ومشتغل مع بعض من الدعمين من 2002 من الدعمين وهو كان الكابتن الوحش الله يرحمه هو اللي يعني كان بيسنده لغاية مجال في الاتحاد الأفريقي وحقيقة شخصية على خلق يعني بيخدم الناس في أي ظرف يعني الإعلام التجربة اللي حضرتك فيها لأول مرة كانت خبات إيه رأيك تناول الإعلام والإعلام تناول إزاي وهلا صدمت في من بعض ولا إيه بالتحديد يعني الحقيقة فيه حاجات كتير ما متابحاش يعني بيقوله هدف معين ما هواش ما هواش موضوع لكن الناس في النادي عم بيقابلونا بيطلبوا إنه إحنا نرد فبنرد عليهم بيقولهم ما قال أنت مقتنع بالكلام فبيقولولنا لأ فبيقول لها أنا برضه مش مقتنع والبرامج دي يعني لو قالتلي روح ينين هروح شمال قالتلي آه أنا برضه كده قلت لها طب إيه اللي مدايق يعني أنت عايزنا عايزنا نرد ليه بجامل المرات المرامج دي مش مؤثرة وبالعكس بتزيد من رصدنا ومن تعاطف في أعضاء الجمعال ومعنا ده حقيقي مع أعضاء الأهلي بالضبط كمير هو يعني الرد إحنا ممكن نرد ونخش في مهاطرات وبتاع لكن دي مش أخلاق النادي الأهلي النادي الأهلي يعني نقبل أي نخض موضوعي إنما نخض فيه تجريح وفيه عجات يعني أنا فيه مثل حاجة بسيطة جدا يعني دي أنا بالنسبة لي لا تعنيني شيء إن السي في بتاعي كتب فين حصلت على أوسيمة مش أنا أولا لحطت السي في أنا حاطت السي في كامل ولو طلب مني نعمل ملخص يصخر من هذه الأوصمة إيه هذه الأوصمة حتى يعني أنت الأوصمة دي من دول الأفريقية سياسة الدولة دلوقت يعني أنت بتشتغل ضد سياسة الدول سياسة الدولة إن نختار من الدول الأفريقية نستعيد الحقيبة الأفريقية مرة أخرى هو نعم هو بيهاجم الدول الأفريقية إيه شعور مثلا الدول دي فيه لها طلبة كتير بيدرسه في العظر الشريف وبتكلمه عربي يعني مسافير هذه الدولة يكون بيفرج على البرنامج وفاهم عربي ويلاقي الموزيق بيزخر من الأوسمة بتاعة دولته هل يعني ايه الفائدة ان تقود على الموزيق ان هو يزخر من الوسام الوسام ده بتاعي يعني ما تعثرت في خالص لكن انا حزين ان هو قد يسيء الى علاقات مصر مع هذه الدول الشخيفة ما واذا كان يعلن فتلك مصيبة اذا كان لا يعلن فالمصيبة اعظم انت نورتين يا فنج شكري يا فنج انا ساعدت جدا باللقاء ده برغم طوله بس ساعدت جدا اشكركم ده احنا كنا بنتمنى نكمل نتمنى نكمل ولكن حضرتك في حاجة احنا مقناش تحب تقولها قبل ما لا والله يعني خفتنا كل حاجة اعتقد يعني واني اشكركم جدا ونتمنى التوفيق للجميع الحقيقة يعني يعني الحاجة اللي حب كنت اقولها ان قلتها للكابتن وليد يعني العملية الاحتقانة اللي حاصل دلوقتي بين القوائم ان كان نفسي ان يوم من الانتخابات نتفق مع القائمتين ونخش القائمتين سوى في النادي الاهلي قدام الجماهير وقدام عضاء الجماهية العامية عشان يحسوا ان احنا كلنا اخوات وكلنا عايزين نخدم من عضاء الجماهية العامية كل واحد عنده فكر مختلف والمفروض ان دائما الانتخابات تبقى كد يعني كل واحد يقدم الفكر بتاعه والاعضاء يختاروا اللي هم اصلح اللي اقرب لفكرهم انه ما تبقاش عملية مهاطرات وتجريح شخصي ما فيش اي حد بيستفيد منه ولا اللي بيجرح بيستفيد ولا اللي بتوجه اليه هذه الاتهامات او هذا التجريح بيخسر اي حاجة او بيتأثر شرفت بالحوار معك فان شكرا يا فاند يا شرف لي وصلاح لي بس يعني حركتكم معنا هنا في قناة النادي الاهلي و ان شاء الله نعمل مع حضرتك لقاءة افضل ونتكلم بقى في كرة القدم شكرا واناك عضو في النادي الاهلي اشرف جدا ان حضرتك تبعناق برئيس النادي بتاع وانا اعرف ان انت عارك احظى بصوتك ان شاء الله انتهت حلقتنا شكرا يا فاروق على الوقت اللي انا بقضيه ومن ضمن الحاجات اللي انا اكسبتها جدا في الايام القليلة ان انا معك في قناة الاهلي معرفتي بهذا الشخص المحتاج شرفين وشرف لكل الناس كده تنتهي حلقتنا انتظرونا غدا ولقاءات اخرى والاهلي انتخب والاهلي فوق الجميع شكرا